موسيقى أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية والبداية مع أبرز العنوين ندوة علمية دولية عن الإمام محمد بن عبدالله الخليل ودوره الحضاري والعلمي في عمان بمشاركة السلطنة انطلاق فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في مملكة البحرين مشاركة 21 مصورا ضوئيا من دول مجلس التعاون في افتتاح الجمعية العمانية للتصوير الضوئي بمسقط طابت أوقاتكم أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة إبراز التاريخ العماني وتوثيق سيرة الإمام محمد بن عبدالله الخليل أبرز ما تم مناقشته في الندوة الدولية التي جاءت بعنوان الإمام محمد بن عبدالله الخليلي ودوره الحضاري والعلمي في عمان الندوة التي أقيمت بجامعة نزوة رعى حفل افتتاحها صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان رسالة جليلة تحملها الندوة التي تتناول الإمام محمد بن عبدالله الخليلي ودوره الحضاري والعلمي في عمان لتقف أجيال عمان المتعاقبة على حقبة من حقب التاريخ العماني وإسهامات العلماء الأجلاء في بناء الحضارة العمانية الراسخة يسعدني حضور هذه الندوة العلمية الكبيرة التاريخية ما تحتوي من أهمية اللجيال القادمة وأعتقد كل من ينهى العلم يبحث عن العلماء فالمرحوم الشيخ محمد عبدالله الخليلي كان له دور كبير في حقبة من الزمن كان فيها تشتت في أجزاء من عمان وقد لعب دورا كبيرا في توازن ولم الشمل وترك إرثا واسعا يستمد منه الحكمة حديث سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفت العام للسلطنة مثل إشارة تدشين للندوة التي تحمل في طيات برنامجها محاور متعددة تسعى إلى إبراز الدور المؤثر للإمام الخليلي لا ريب أن العناية بهذا التاريخ وعناية بهذه الأمجال والعناية بهؤلاء الأظماء في هذا الأهد الزاهر الذي يقول حضر صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله وعافاه ورده إلينا سالما غانما لا ريب أن هذه العناية تعني اهتمام القائد بأن يكون الحاضر امتداداً للماضي وأن يضم الطارف إلى التليد من هذه الأمجال وأن يحافظ على هذه التاريخ وأن يحافظ على هذا النشئ ليسير هذه السيرة الزكية الندوة التي تنظمها مؤسسات أهلية وفي مقدمتها مركز الخليل بن أحمد الفراهدي للدراسات العربية بجامعة نزوة ومركز سناو الثقافي الأهلي تقسد الدور الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الأهلية والثقافية في دراسة التاريخ العماني وتوثيقه باحثون من داخلي وخارق السلطنة يقدمون ما يزيد على ثلاثين بحثاً ودراسة تتناول مختلف الجوانب العلمية والفكرية والسياسية والاجتماعية للإمام محمد بن عبد الله الخليلي هي إذن ندوة دولية موسعة تتناول حقبة من حقب التاريخ العماني وعلماً من أعلامها سيكون لها بالغ الأثر في إثراء الباحثين والدارسين لسيرة الإمام محمد بن عبد الله الخليلي حيث ستتواصل أعمال الندوة لثلاثة أيام قادمة سعيد بن ذيب الهناء محافظة الداخلية من رحاب جامعة نزواء بمشاركة السلطنة انطلقت في مملكة البحرين فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورتها الرابع عشر وبدأت فعاليات المهرجان بافتتاح سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني وسط مشاركة من 600 شخصية إعلامية وشركات إنتاج إعلامية احتفل بالعاصمة البحرينية المنامة بافتتاح سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني كواحد من أهم فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الرابع عشر الذي يقام هذا الموسم وسط تفاعل إعلامي واسع يعرج على أهم إنتاجات القنوات الإذاعية والتلفزيونية بدول مجلس التعاون الخليجي وشركات ومؤسسات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني الخاصة ضمن شراكة تستهدف الارتقاء بالمنتج في صناعة الإعلام الإذاعي والتلفزيوني المعاصر السلطنة تشارك في المهرجان ممثلة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يتقدمه معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وقد حضي جناح السلطنة في سوق الإنتاج الإعلامي باهتمام فعاليات المهرجان وخاصة الرغبة في التعرف على ما تقدمه قناة عمان الثقافية التي تتصدر مشاركة السلطنة معالي علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين الشقيقة متحدثا عن أهمية إطلاق السلطنة قناة عمان الثقافية في ظل العمق الحضارية الثقافية عمان الضاربي في أعماق التاريخ والحضارة الإنسانية نعتقد عندنا تاريخ حضارة في مجلس تعاون الأخوة في عمان على وجه الخصوص بث مثل هذه القنوات أمر جدا مهم الهوية الخليجية عمر جدا مهم عملية التوثيق لهذه الحضارة وهذا التاريخ الكل يطلبه للأسف الإحصائيات تقول أن أقل القنوات اليوم تخصصا هي القنوات الوثائقية لذلك أعتقد خطوة موفقة من الأخوة في عمان وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله مشاركة وسلطنة أبرزت التطور الكمي والنوعي على مستوى الصورة البصرية والمحتوى لبرامج تلفزيون سلطنة عمان وكذلك الملامح التطويرية